السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإيطالية على قناتكم إيطاليانو إبسلون دوة مع صديقكم ياسر إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلقة فدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس درس اليوم سوف نتعلم مجموعة من الكلمات والعبارات التي نستعملها كثيرا في اللغة الإيطالية وسنحاول توظيفها في جمال مفيدة لكي لأتي لا عليكم لنبدأ الدرس على بركة الله أول كلمة معنا هي دافانتي آ دافانتي آ دافانتي آ تعني أمامه دافانتي آ مثلا سوف أنتذرك أمام الباب سرفنا الفعل أسبتار في المستقبل مع الضمير إيو أنا أنتذرو أسبتو سوف أنتذرو أسبترو أسبترو سوف أنتذرك تي أسبترو تي أسبترو دافانتي آ دافانتي آ قلنا أمامه لابورتا الباب أمام الباب دافانتي اللابورتا هنا حرف الجر آ مع أدت التاريف لها تصبح أهلا دافانتي اللابورتا أمام الباب إذن إذن تي أسبترو دافانتي اللابورتا سوف أنتذرك أمام الباب الكلمة الأولى كانت دافانتي آ تعني أمامه العبارة التالية ديترو 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 تعني وراء ديترو مثلا توجدو حديقة وراء المنزل تشتني توجدو أو هناك ديترو وراء لكاز المنزل إذن تشتني تشتني ديترو توجدو حديقة وراء المنزل ديترو تعني وراء عكسها دافانتي آ upload العبارة التالية Allimproviso 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 تعني فجأة Allimproviso مثلا لِكوزِ بِلِّ أَكَّدُ Gir biased الَشّيَ الدّي مِه إضافة اللimproviso فجأة Le cose belle accadono allimproviso الأشياء الجميلة تحدثو فجأة أو يمكن أن أقول بشكل آخر Non fare programmi Non pensare troppo Le cose belle accadono allimproviso Non fare programmi Non pensare troppo Le cose belle accadono allimproviso وتعني لا تخطط لا تفكر كثيرا الأشياء الجميلة تحدثو فجأة خليها على الله Non fare programmi Non pensare troppo Le cose belle accadono allimproviso العبارة التالية Prima di Prima di Prima di تعني قبل Prima di مثلا Prima di parlare ascolta Prima di parlare ascolta قبل أن تتكلما اسمع Prima di parlare ascolta مثل آخر Prima di Prima di Mollare prova Prima di Mollare prova قبل أن تستسلم حاول لنراها في مثال آخر Sei arrivato Prima di Mollare Sei arrivato Prima di Mollare أنت وصلta قبلي Sei arrivato أنت وصلta Prima di Mollare قبلي Sei arrivato Prima di Mollare أنت وصلta قبلي إذن Prima di تعني قبل العبارة التالية dopo dopo تعني بعد dopo عكسها Prima di تعني قبلي dopo بعد مثلا Sei arrivato dopo di me Sei arrivato dopo di me أنت وصلت بعدي Sei arrivato dopo di me أنت وصلت بعدي إذن Prima تعني قبلي عكسها dopo بعد العبارة التالية poi 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 تعني ثم poi مثلا فاي إي كومبي poi poi أندار الجكار فاي إي كومبي poi poi أندار أجكار أنجز واجباتك ثم يمكنك أن تذهب لتلعب في إي كومبي poi poi أندار أجكار وهنا عليك أن تفرق في النطقة بين poi و poi poi و poi هذه تنتق poi 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 تعني ثم وهذه تنتق poi 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 وتعني يمكنك وهي من تصريف الفعل putere مع ضمير to في الحاضر أنت يمكنك poi عليكم أن تفرقوا في النطقة بين هاتين الكلمتين poi و المطر صرفنا الفعل giocare في il passato prossimo abbiamo giocato لعب أو نحن لعب الآيبار التالية سوتو 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 تني تحت سوتو مثلا il libro è sotto il tavolo il libro è sotto il tavolo الكتاب تحت التاول il libro الكتاب sotto تحت il tavolo التاول il libro è sotto il tavolo الكتاب تحت التاول العبار التالية سو سو تعني فوق سو فوق أو على سو مثلا il libro è sul tavolo il libro è sul tavolo الكتاب فوق الطاول il libro è sul tavolo il libro قلنا الكتاب sul هي حرف الجر مع il تعطينا sul sul مع il تعطينا sul il il tavolo الطاول il libro è sul tavolo الكتاب فوق الطاول العبار التالية forse 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 تعني ربما forse مثلا forse verra forse verra ربما سيأتي forse verra forse verra ربما forse verra سيأتي من فعل venir صرفنا الفعل venir في المستقبل مع ضمير لو هو سيأتي verra العبار التالية a volte a volte a volte تعني أحيان أو في بعض الأحيان a volte مثلا a volte siamo buoni con le persone sbagliate a volte siamo buoni con le persone sbagliate sbagliate finalmente finalmente فِنَالْمَنْتِ فِنَالْمَنْتِ تَعْنِي أَخِيرًا فِنَالْمَنْتِ مثلا فِنَالْمَنْتِ مِي أَيْ كَبِيتُ بَنِ أخيرًا لقد فهمتني جيدًا او نقول في مثال آخر فِنَالْمَنْتِ أَيْ كَبِيتُ لَا لِزْيَوْنِ أخيرًا لقد فهمت الدرس فِنَالْمَنْتِ تَعْنِي أَخِيرًا أَيْ كَبِيتُ لقد فهمت أَنْتَ لقد فهمت أَيْ كَبِيتُ لَا لِزْيَوْنِ الدرس العبارة التالية تَعْنِ تَعْنِ تَقْرِيبًا مثلا كَيْ عَرِ سَنُوْنِ كَيْ عَرِ سَنُوْنِ كَمِ السَّعَةِ كَيْ عَرِ سَنُوْنِ كَمِ السَّعَةِ تَعْنِ 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 تَعْن 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 تَعْ وليها أكثر من استعمال في هذه الحالة تعني هكذا كوزي تعني هكذا مثلا لا تنظر إلي هكذا العبارة التالية وتعني من الآن فصاعد مثلا من الآن فصاعد سأعيش لوحدي من الآن فصاعد سأعيش لوحدي إلى هنا نكون قد نهينا الدرس اليوم أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم شكرا على المشاهدة نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة